موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم ناقش محافظ محافظة أبيانل وارقنابو بكر حسين سالم مع رئيس التنفيذي لشركة العليان التجارية الخضر البركاني ناقش الصعوبات التي تواجه الشركة خصوصا فيما يتعلق بتأخير سلال مستحقات الشركة العامة في مدينة جعار عشر ميجا منذ عام 2018 وكذا تجديد عقد الشركة ما بعد شهر يونيو من العام الجاري وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام كهرباء أبيان محمود مكيش أشار المحافظ إلى ضرورة سمراء توفر الكهرباء خصوصا في فصل الصيف الحار في المناطق الساحلية ومنها مدن الدلتة في المحافظة مؤكدا متابعة رئيس مجلس الوزراء حول مستحقات الشركة والتوقيع على العقد الجديد على صعيد آخر ناقش محافظ محافظة أبيان لواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عامة تب الصناعة والتجارة بالمحافظة سالم المعلم ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بضبط الأسعار لكافة المواد الغذائية في مركز المحافظة والمديريات وسمع المحافظ من مدير التجارة والصناعة إلى شرح حول إشكالية ضبط أسعار الروتي ووزنه في جميع الأفران مؤكدا أنه تم النزول إلى جميع الأفران في مديريتي زنجبر وخنفر وتمت إجراءات ودراسة بهذا الخصوص على أن يكون سعر الكيلو جرام الروتي ألف وأربعمائة ريال وأن لا يقل حجم القرص الواحد عن خمسين جرام ناقش محافظ محافظة أبيانل والركن أبو أبو بكر حسين سالم مع مدير المعهد الصحي بجعار نبيل العتد ناقش أوضاع المعهد الإدارية والتعليمية والاحتياجات العجلة والضرورية وأكد المحافظ على ضرورة سرعة القيام بكافة الترتيبات للبدء في عملية التسجيل والقبول لأبناء المحافظة المتقدمين للمقاعد الدراسية بالمعهد لكافة التخصصات موجها بأهمية التركيز على طلاب المناطق البعيدة والريفية منها لتقديم أفضل الخدمات الطبية في تلك المناطق لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عون للمعهد الصحي وطلابه ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب مع قتلة التعليم بمحافظة مأرب خطة تنفيذ حملة العودة إلى المدرسة والاحتياجات الكبيرة لإيجاد بيئة تعليمية وتعزيز قطرات المؤسسات التعليمية وقدم العباب شرحا عن التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب التي تستوعب أكثر من 62% من النزحين في ظل قدرات محدودة للقطاع التعليمي وسعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب مع تزايد التسرب للطلاب والمعلمين جراء ترد الأوضاع المعيشية والتدهور الاقتصادي وتراجع تدخلات منظمات المجتمع المدني الإنسانية ترأست وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان المساعدة الدكتورة إشراق السباعي اجتماعاً صحياً وموسعاً بمحافظة مأرب لقيادات القطاع الصحي وممثلية المنظمات الإقليمية الدولية العاملة في المجال الصحي بالمحافظة وأكدت الوكيل السباعي أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات وبين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في القطاع الصحي في بلادنا وضرورة تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها لتشمل مجالات صحية أكثر ودعت المنظمات الشريكة للقطاع الصحي إلى سرعة الاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الصحية المتزهيدة للنازحين في محافظة مأرب وتوزيع خارطة التدخلات والمشاريع الصحية خلال الفترة القادمة في مسارد مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور أحمد العبادي خطة الاحتياجات الصحية لمحافظات مأرب والمشاريع الصحية التي نفذتها المنظمات الشريكة في كل مديريات المحافظة خلال الفترة الماضية اختتمت بالعاصمة المواقتة عدن الدورة الأولى من البرنامج التدريبية لحصاء القضائي والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكد وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والبنى التحتية على مديد أهمية الورشة التي تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام وحث المشاركين على الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيقها على أرض الواقع لإهميتها وهدفت الدورة إلى إكساب 13 مشاركا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم عدد من المعارف النظرية والتطبيقية المتصرة بأساسيات النظام الإحصائي القضائي وطرق تصنيف البيانات الإحصائية القضائية وذلك لتسهيل قياس وصول المواطنين للعدالة قام وكيلا محافظة عدن الدكتور رشاد شايع والمهندس غسان الزامكي بزيارة تفقدية إلى وحدة حماية الأراضي في مديرية المنصورة للإطلاع على سير عمل الوحدة وما تقوم به من جهود لحماية أراضي الدولة والجهود المبدولة للحد من البناء العشوائي مشيدان بالدور الكبير للوحدة في تنظيم البناء وإزالة العشوائيات كما التقى الوكيلا بالمسؤولين في الوحدة والسمع إلى شرح حول الإجراءات التي تتبعها الوحدة والتي تشمل العمل بتنسيق مع مدراء الأشغال ومدراء عموم المديريات وأكد الوكيلا على أهمية عمل الوحدة وفق الوثائق الرسمية ورفع الرسائل من السلطة المحلية لتنفيذ المهام الموكلة إليها قدمت ملفية عند الأخ فريد إلى أرض معي في خور مكسر إقراءاتي خذوا الإقراءات التامة من عند مجرس المحلي حق خور مكسر فقنا حطاني الروتينيق وإقراءات طبيعية تروح ثاني يوم تستلم الكرت توديه لصعب خرسانة اللي تحب أنت الشخص اللي قبلك الخرسانة بدون أي ثقوطات عليك أو سبزاز من أي طرف إن كان من الدولة أو من صعب خرسانة تعطوا الكرت اللي تصل بها يقول لك خلاص وقت ما أنت تقاهز سقفك حديدك على طول تقيق نجيب لك خرسانة والحالم يعطيك رقم إذا حدا يستفزك أو حدا يتعدى عليك تتصلبه وينزلك طاقم بعق الله أنا نزلي طاقم لما يناك في ناس قولوا إنشان أنهم موجودين في الحيق أنهم يشتعمونه والله اتصلت بالطاقم أقع ورزمهم وترحهم قال لأي شخص يقيق يوقفك في عملك رسمي تدعي عندنا أمورك على طول أشكر كل من قام بوقف العبث بالأراضي في مدينة عدن الحالمي أو الأملس أو كل مسؤول قام بهذا العمل بحيث أن كان قضى على المتنفسات وكل الأراضي وكان قاب مشاكل كبيرة بين المواطنين وهذا عمل يحسب لهمه بعد الحرب يعني نقول الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا النظام الذي قضى على هذه الفتنة في منطقة عدن بحث وكيل محافظة حضر موت المساعد لشيون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مع فريق من المنظمة الدولية للهجاء للهجرة برئاسة مدير مكتب المنظمة في عدن مهند الربيعي التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في قطاعي المياه والزراعة وأكد السعيدي أهمية المشاريع التي تقدمها المنظمة مبدياً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتدخلات المنظمة وبما يؤمن تنفيذها بشكل فاعل وتحقيق الأهداف المرجوة منها من جانبهم ثمن فريق المنظمة الهجرة الدولية تسهيلات التي تقدمها سلطة المحلية لتمكين القائمين على مشاريع المنظمة من تنفيذ المشاريع بحسب الدراسات المعدات لها اختتمت في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المواقتة عدن فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بستراتيجية حوكمة الالتزام وإطلاق مشروع التقييم الوطني للمخاطر للقطاع المصرفي والذي نظمه المعهد المصرفي للبرنامج التدريبي وفي الختام سرد عميد المعهد المصرفي الدكتور حسين المحضر أهمية الحاكمية وستراتيجية إدارة المخاطر والالتزام التي تساعد على وضع إرشادات وسياسات على خلق بيئة سليمة للعمل وتحقيق أفضل أداء بدوره بيّن فريق الجامعة الأبريكية في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي أهم المخاطر وكيفية إحداث تأثير جماعي وفعال في قيادة الجهود لمكافحة الجريمة المالية في المنطقة فيما قدم مدير الأمن السبراني مهند المؤمن شرحا لأهمية حوكمة الأمن السبراني في القطاع المصرفي لحماية الأنظمة والشبكات ضد الهجمات الرقمية مؤكدا ضرورة الاهتمام ببرامج التوعية للموظفين وطرق الاستجابة دشنت مؤسسة بناء التنمية في مدينة عدن منصة مشاركة الحوارية بين القطاعات الثلاث لشركاء التنمية الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من أجل التنمية الشاملة بشركة مع منظمة كيرا الدولية ومؤسسة SOS للتنمية وفي الترشين أشار مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون الإنسانية رضا حاجب إلى أن إطلاق المنصة خطوة لتوطين العمل والإنسان مؤكدا ضرورة التركيز على جذور العمل التنموي وعمق العمل الإنساني المتمثل في المجتمع وحكمة العمل المجتمعي لإعطاء رسالة للمانحين بقدرتنا على تنفيذ سياسة التوطين وتمكن المنظمات المحلية من العمل التنموي من جانبه دعا مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة عدن الدكتور محمد حمود للتوجه نحو التنمية من خلال تكاتف القطاعات الثلاثة بما يعود بالخير على الناس شاكرا مؤسسة بناء التنمية وكل من ساهم في إنجاح إطلاق المنصة أختمت بمديرية موديا بمحافظة أبيان الدورة التدريبية الخاصة بفن كتابة الخبر الصحفي والتي نظمها مكتب الإعلام بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة شباب أبيان وفي فعالية الاختتام أشهد مدير عام مديرية موديا سمير الحبيد بالجهود التي يبدلها مكتب الإعلام في محافظة أبيان وحرصه على تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية للتعامل بمهانية مع جميع القضايا بالمديرية من جانبه أكد مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة الدكتور ياسر بعزب أهمية الدورة في بناء قدرات وتنمية ومهارات الكوادر الإعلامية في مختلف الفنون الصحفية ضمن مشروع صحتنا أولاً اختتمت أو اختتمت في مدينة تعز دورة خاصة للقابلات حول الطوارئ التوليدية بمشاركة 15 متدربة من ثلاث مديريات التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميل نعائم خالد اختتمت في محافظة تعز الدورة التدريبية الأساسية في الطوارئ التوليدية للقابلات في محافظة تعز ضمن مشروع صحتنا أولاً والتي تقام برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح وبالتنسيق مع قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة بالمحافظة ودعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وتنفيذ المؤسس الطبية الميدانية اختتم اليوم الدورة التدريبية للطوارئ التوليدية الأساسية لعدد 15 قابلة مستهدفة من المراكز المستهدفة المستهدفة من مشروع صحتنا أولاً الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيادة منظمة الجي اس آي وتنفيذ المؤسسة الطبية الميدانية الـ FMF استهدفنا 15 قابلة من ثلاث مديريات مديرية المواسط ومديرية المجبل حبشي ومديرية الشمائتين اليوم كان اليوم الختامي استمرت الدورة 17 يوم بين التدريب النظري والتدريب العملي وهدفت الدورة إلى تنمية معارف قدرات ومهارات القابلات على تقديم خدمات نوعية في الطوارئ التوليدية والوليدية من خلال الإرشادات والتطبيق تم ترشيحي لهذه الدورة واستفدت أشياء كثيرة منها رعاية الأم والطفل والوليد إنعاش الأم عفواً إنعاش الوليد في الحالات الخطيرة واكتساب معرفة الأخطار والأمراض التي ترافق الأم والوليد واكتشافها قبل دخولها مرحلة الخطر استفدت كيف أتآمل مع الأم في حالة الولادة والمخاب وكيف أعقيها من المشاكل التي تواجهها في هذه المرحلة واكتشفت كيفية إنعاش الطفل في حالة الاختناق واكتشفت الأمراض التي ترافق الطفل مثل الاختناق الوليد مثل الضائقة التنفسية والصفار عند القنين ونقص الوزن عند الطفل استفدت معرفة كيفية الوليد الخديق والوليد قبل الأوان وكيفية المواصفات التي ترافق هذا الطفل الاهتمام بالقابلات يعني الاهتمام بالأم والوليد واهتمام بالأم والوليد يعني الاهتمام بالمجتمع والدورات التدريبية التي تهتم بالمرأة والطفل مع دورات ذات مكسب مجتمعي طويل المأدى نعايم خالد لقناة عدن الخضائية عز أودت حوادث السير التي شهدتها المحافظات المحررة خلال شهر يوليو الماضي بحياة ثلاثين شخصا وإصابة مائتين وستة وأربعين آخرين فيما بلغت خسائرها المادية نحو ثمانية واربعين مليون وثمانمائة ألف ريال وأشارت الإحصائية المرورية للإعلام الأمني إلى تسجيل ثلاثمائة واربعين حادثة مرورية خلال الفترة نفسها توزعت بين مائة واثنين وعشرين حادثة صدام ومركبات وخمسة وثمانين حادثة دهت مشاه وخمسة وعشرين حادثة انكلاب آليات وثمان حوادث ارتطام مركبة بجسم ثابت رياضياً تعدل فريق الشروق من بني بكر وشباب حم حما من وادي ذي ناخب بهدف لهدف المباراة الافتتاحية لبطولة شهداء يافع كلد للفرق الشعبية بنسخاتها الأولى بمحافظة أبيان وجاءت مباراة الافتتاح مليئة بالإثارة وتشويق بين طرفي الحدث الذي انتقاسم الأداء والنتيجة مناصفة خلال أشواط اللقاء والتي انتهت بالتعادل الفريقين بهدف لمثله وتهدف البطولة إلى تخليل ذكرى شهداء يافع كلد وتقديراً لتضحياتهم وتفعيل الأنشطة الرياضية في المنطقة واكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتنمية مهاراتهم بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية أزكى تحية من تاقم العمل نلقاكم في النشرات القادمة أنتم نحن في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة